تعالى النهاردة هنتكلم في موضوع يهم اسمه من حقي اعيش من حقي اعيش العنوان مدهش شوية العنوان صعب شوية بس انا اصط ان انا اكتبه كده لو تفتكروا الحلقة اللي فاتت جالنا رسالة على صفحتنا المعزة الحسنة مع اسلام النواوي من سائلة كريمة من زو الاحتياجات الخاصة وانا ما ارضتش اكتب على الاستلابة بتاعت العنوان زو الاحتياجات الخاصة في الاسلام لاني ما حبش ان انا اجرح شعورهم باي شكل من الاشكال هم بشر وهم لهم كل الكرامة ولهم كل التقدير فقلت من حقي اعيش في رسالة واضحة ان ده شخص عادي على فكرة الرسالة اللي جات لنا على الحلقة اللي فاتت يا فاضل كانت سيدة فاضلة بتقول ان المجتمع بيبصلنا بصة مش قد كده حتى في الارتباط حتى في العمل ويشوفوا ان احنا اشخاص مش كاملين بالعكس كل التقدير وكل الاحترام عشان كده النهاردة بتكلم من حق اعيش في رسالة ان حق والكرامة في المعيشة مكفول لكل انسان بنوجه الرسالة بقى دي لكل ابو واما عندهم ابنه عنده متلازم الدون او اللي احنا بنقول عليه منغولي وزعلانه وقول اش معنا انا يا رب واش معنا ابني بنوجه الرسالة دي لكل انسان فقط بصره بنوجه رسالة دي لكل انسان مقعد لاقوى على الحركة الحلقة دي بتقول